والله من جديد قبل شوية شفتم داخلتنا مع الأستاذ حسين القحطان يتحدثنا عن أن الحوال الجوية رح تتحسن إن شاء الله في فترة مقبلة يمكن على مستوى المملكة العربية السعودية الأمطار رح تعود بمشاعة الله الناس سيرجعون للكشتات والطلعات والوناسة وساعة الصدر ولكن أحيانا قد تكون لها عواقب وخيمة إذا كان ما فيه وعي من الناس البعض منهم طبعا قد تودي بحياته يعني نطينا كثير من المشاكل التي حصلت بسبب معدم المبالاة في الظروف الجوية يعني اليوم سنتحدث عن الشراكة الفاعلة ما بين الدفاع المدني والدوريات الأمنية وأمر الطرق والمرور وحرص الحدود هي تعمل جمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على العمل الدؤوب دائما في حالات البحث والإنقاذ والعمل التطوعي وتضم الجمعية آلاف من المتطوعين من مختلف مناطق المملكة تفاصيل أكثر يساعدنا أن نتحدث عن هذا الموضوع مع المتحدث الرسمي باسم جمعية فريق إنجاد للبحث والإنقاذ الأستاذ العليقي حيك رسائل أهلا أستاذ عزيز حيك الله يا مرحب إحنا يعني بدأنا نلمح للناس كده من البداية أنا قبل أن نتكلم مع الأستاذ حسين أعجبني فالجو سيكون إن شاء الله بإذن الله معتدل أو يتحسن في الأسابيع القادمة إن شاء الله أنتم لكم جهود مباركة بالتعاون مع كثير من الجهات في موضوع الإنقاذ الأرقام التي يقراها يعني المقام لا يتسع لذكرها الجميع ولكنها أرقام كبيرة نعم قبل أن ندخل في موضوع جمعية إنجاد الواحدة أريد أن أقوم بخمسة عشر ثانية أقول العمل التطوعي أو العمل الغير ربحي رقم واحد موجه إلى مين؟ إلى المجتمع وغالبا الناس تعتقد أنه يأتي من جهة أخرى إلى المجتمع وهو الحقيقي من المجتمع إلى المجتمع وهذه هي المنهجين التي نعمل فيها نحن في جمعية إنجاد وأجزم نفس الكلام على الجمعية الأخرى ولكن نحن يمكن تميزنا بجانب هذا لأننا بدأنا في استراتيجية جمعية إنجاد أن نقول أفضل استراتيجية هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال خير الناس أنفعهم للناس لذلك جهودنا هنا منا وإلينا جمعية إنجاد قامت لتكون عملية الوصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة ومنه طالب الخدمة هو المجتمع ومقدم الخدمة أيضا المجتمع كيف توصل بينهم؟ الفكرة بدأت من عدة سنوات ماضية ولكن العمل التنظيمي الخاص في جمعية إنجاد تقريب بدأ من منتصف أو مطلع عام 2018 ميلاديا والحمد لله قاعد يستمر وينمو بشكل مطالب حتى نحن الحمد لله رب العيون توفيق الله ما نتوقعنا الأرقام التي نذكرها بعد قليل إلا أننا نعمل بشكل منتظم حققناها الانتظام اللي سويناها والعمل اللي سويناها رحنا في البداية نقول هل سنستطيع أن ننجز ما نحلم فيه من دون موارد، من دون فلوس، من دون عدد، من دون أدوات، من دون ناس طبعاً لازم تحتاجها جمعية إنجاد عملت على أن نقول أنا أستغل أو عيد استخدام المتاح في المجتمع نفسه نحن الحقيقة لا نشترينا سيارات جديدة ولا عدد ولا أدوات ولا أي شيء نحن سنقول للمجتمع أعرنا من وقتك ومن جهدك ومن أدواتك وخبرتك وعشان نخدم الطرف الثاني في المجتمع طالب الخدمة وغالباً هؤلاء وين يكونون زي ما تفضلت بعد ما تتحسن الأجواء سيكونون في البر لكن فقط كنا في نصحة نسهل العملية التواصل بينهم هذه هي استراتيجية العامة لفهم كيف تعمل الجمعية ولكن هناك تفاصيل كثيرة جداً جهود كبيرة امتدت ولا زالت تسير لتحسين هذه العملية بداينا مثلاً في البداية نستخدم أدوات التواصل الاجتماعي واتساب وخلافه لكن الآن عندنا تقوم لا تتحسين لا تتحسين لا تتحسين بإمكانك تحسين بالتحسين تحسين لحسين اشتركوا في القناة